كما ويقل اجتماع انتخابي لحزب اليكود في مدينة القدس بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو حول هذا الاجتماع ينضم إلينا مراسلنا مروان عثامنا من مدينة القدس مروان لك نعم محمد نحن هنا نتواجد في مدينة القدس تحديدا في فندق كراون بلازا حيث من المنتظر أن يعقد رئيس الحكومة الذي لم يصل حتى الآن إلى المنطقة من المنتظر أن يعقد اجتماعا انتخابيا آخر لحث جماهيري واللقاء مع جماهير مصوطيه هنا في القدس هذا الاجتماع هو اجتماع آخر من عشرات الاجتماعات التي عقدها نتنياهو في الأسبوع الأخيرة تواصلا مع الجماهير ونحاول اكتساب الأصوات وحجد الجماهير بالخروج والتصويت له ودعمه وخصوصا أن نتنياهو كان يراهن ويتحدث عن أن أكثر من 300 ألف مصوت صوتوا لصالح الليكود لم يخرجوا للانتخابات أو لم يصوتوا لصالح الليكود في المرة الأخيرة وفي حال حصل على هذه الأصوات مجددا فأن بمجدور الليكود أن يفوز بالحكم ويعود للصدارة وهذا بطبيعة الحال ما أشرت إليه استطلاعات الرأي الأخيرة التي أشرت الاستطلاعات أشرت إلى تقدم ملموس للليكود على كحول لفان بواقع مقعدين حتى ثلاث مقاعد وهذا إن كان مؤشر فهو مؤشر على أن الاستراتيجية التي اتبعها رئيس الحكومة حتى الآن من خلال اللقاءات المباشرة حيث حرث البلاد بطولها وبعرضها لا توجد بلد أو مدينة إسرائيلية لم يتواجد بها نيتانياهو ولم يلتقي بها سكان أو مصوطين محتملين يحاول التحدث مباشرة إلى الجماهير بعد أن رأى أن التواصل الجماهيري المباشر يمكن أن يجلب الكثير من الأصوات بعكس ما كان جلبته الانتخابات السابقة من خلال الأفلام الدعائية التي سجلها وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي بحسبه أفقدته التواصل مع الناس وأوصلته إلى هذا الموضوع بالتالي هنا يحاول شهد عمام أخير قبل أيام قليلة قبل الانتخابات يوم الإثنان القادم نعم مروان عثمنا كنت معنا من مدينة القدس شكرا جزيلا لك